أهلا بيكم أنا محمد أبو عبد الله والنهذا إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل متجر إلكتروني احترافي على منصة يو كان ونربطه بمنصة تاجر للبيع بالعمولة ونضيف عليه المنتجات بشكل تلقائي وإزاي إن إحنا نشتري دومين ونربط الدومين ده بي المتجر كل دي حاجات وأكتر أن أعرفها في الفيديو ده وعمل متاجر إلكترونية ده بقى أصبح من الحاجات الأساسية لأي حد عايز اشتغل أونلاين فمنصة يو كان بتوفر لك إن إنت تعمل متجر إلكتروني بشكل احترافي مهما كانت يعني خبرتك قليلة فأنا النهاردة حوريك إن إنت سهل جدا تعمل المتجر فإزاي إن إنت تستفيب من المتجر ممكن تعمله لنفسك ممكن تعمله لعميل وتاخد يعني أجر بسيط على عمل المتاجر فالنهاردة الشرح مجاني تماما مش مطلوب منك حاجة خالص غير إن إنت تعمل لايك وتشترك بالقناة ومش هدول عليك يلا بينا أول حاجة بتدخل على وتبدأ إن إنت تشتري دومين وتبحث عن دومين يكون مناسب يعني أنا مثلا هنا كنت بقى اسمه معين لكن إنت تقدر تشوف اسمه أرخص مثلا سعره 2, 3, 4 دولار بالكتير ممكن تلاقي بقال من كده يعني أحيانا بيبقى فيه عروض وهسيب لك لنك موقع ده تقدر إنت تشتري من خلال اللينك ده وفي نفس الوقت تدعمني فهتلاقي اللينك في وصف الفيديو أو في الكومنتات بعد كده تدخل على موقع يو كان وتحوله باللغة العربية وتختار إنشاء حساب تسجل طبعا اسمك الشخصي والاسم العيلة والبريد الإلكتروني وتختار باسفورد وتوافق على الشروط وتعمل متابعة بعد كده تختار اسم المتجر ولغة المتجر والعملة بتاعته حسب ما انت عايز المتجر بتاعك يشتغل فين في مصر ولا السعودية بعد كده تتابع تضيف رقم الموبايل والعنوان والدولة يعني حط أي حاجة يعني مش لازم الأنوان الحقيقي وبكده تكون انت عملت أول حساب ليك على يو كان تدخل على الواجهة زي ما انت شايف كده هتلاقيها باللغة الإنجليزية تحولها باللغة العربية طبعا من الحاجات المهمة انك لازم ترجع للإيميل وتشوف الرسالة اللي هتوصلك عشان توصف أو تفعل الحساب بتاعك بعد كده بتعيد تسجيل الدخول وبكده يكون انت تم التحقق من عنوان بريدك الإلكتروني هتبقى خطوتين تانيين هنعرفه مع بعض خلال الفيديو وأولهم هو تفعيل المتجر هنعرفه كمان شوية الخطوة اللي بعد كده وهي ان انت تربط موقع تاجر يعني حسابك على تاجر بالمتجر الإلكتروني بتاعك هتدخل في الخانة دي وتختار ربط المتجر بس خلاص هيدخلك على موقع يو كان وتعمل تسجيل دخول ثم تسجل دخولك على موقع تاجر تاني وبكده تم ربط متجرك بنجاح اول خطوة بعد كده انت لازم تضيف منتجات على المتجر الإلكتروني بتاعك فلو عايز تضيف منتجات على المتجر الإلكتروني هتشوف مثلا من الفيفوريت عندك اي منتج تخش على مثلا منتج زي كده هتلاقي فوق على الشمال مكتوب اضيف المنتج الى متجرك كده خلاص بكل سهلة تم اضافة المنتج الى متجرك يو كان بعد كده تدخل على المنصة بتاعتك وتدخل عند خانة المنتجات هتلاقي كل المنتجات اللي انت ربطتها بالموقع طيب لو عايز تعدل اي منتج هتعمل ايه هتدخل على المنتج هتلاقيه مخفي زي ما انت شايف كده يعني مش زي اللي تحتيه ونختار القلم ونعمل تعديل تقدر تعدل بقى عنوان المنتج تقدر ان انت تعدل وصف المنتج وحجم الخط ولون الخط حاجات يعني كتير جدا تقدر طبعا ان انت تعدل السعر ودي حاجة مهمة جدا انت لازم تحط السعر اللي هو يعني بتضيف ربحك وبتضيف التوصيل فيه لو انت هتعمل التوصيل مجاني فدي برضه هنعرف خلال الشرح ان شاء الله فهتحط السعر النهائي هنا ولو عايز تحط مقارنة للسعر يعني يظهر للعميل ان السعر كان كده وبقى كده كعرض يعني دي ممكن تعملها هتلاقي سور موجودة هتلاقي كل حاجة تم ربطها بنجاح ما عليك الا انك تعدل على الوصف وتعدل على انوان المنتج وتعدل على السعر عشان ارباحك واهم خيار هنا هو اظهار المنتج لازم تظهر المنتج وتعمل حبز في بعض الاعدادات المهمة جدا ان انت تعمل اعداد مهمة جدا انك تعمله وهو مناطق الشحن هتلاقيه في خانة الاعدادات تحت على اليمين هتلاقي مناطق الشحن هتخش هنا تخلي الشحن اما مجاني او تخليه تاجر شبنج اللي هو يعني يضيف الشحن ولا ما يضيفوش من الاخر فانت لو عايز ان الموقع او المتجر يضيف الشحن على سعر المنتج هتخلي الشحن على تاجر شبنج عايز تخليها مجاني يبقى السعر اللي انت حطه بس في سعر المنتج هو ده اللي العميل هيتحاسب عليك فانا هنا بخليها يضيف السعر وبعد كده ممكن تعدلها براحتك بحيس انت تخلي الشحن مجاني وتزود الشحن في سعر المنتج دي برضو يعني لعبة بسيطة الاعداد التاني وهو عند خانة الدفع العميل هيدفع ازاي دي مهمة جدا طبعا فانت لما العميل هيدفع محتاج منه الاسم والعنوان ورقم التليفون والمدينة ومحتاج كمان تعرف اذا كان هيدفع عند الاستلام ولا ببيبال ولا باي وطبعا على موقع زي موقع تاجر الدفع عند الاستلام فانت اهم حاجة تعملها انك تحدد الخيار ده لو لقيته مغلق تفعله وتخليه الدفع عند الاستلام كده تم تفعيل الخيار ده وتقدر تعدل على الكلام اللي يظهر العميل مفيش مشكلة لو عاوز بيبال ممكن تحط بريد الالكتروني بيبال اللي عايز تحط وسيل دفع تانية تمام عايز تخليها على ممكن تتعدل برضو بحيث ان اللي يدفع يدفع عن طريق المتجر ودي انا منصحش بها اني خليها زي ما هي الدفع عند الاستلام افضل تفاصيل مهمة برضو في اعدادات المتجر وهي عملة المتجر والمبلغ الاقصى والمبلغ الادنى لعملات الدفع الحاجات تانية وهي الموافق على ملفات تعريف الارتباط يعني يظهر لك كده او يظهر للعميل هل توافق على الشروط والسياسات طبعا دي بتظهر لك لو دخلت موقع جديد يعني فهي مهمة جدا انك يعني تعلم عليها دي تعتبر من الحاجات الاساسية في سياسات الخصوصية اللي هي هتكون صفحة مهمة جدا لك في المتجر موجودة في اي موقع هنا الموقع او منصة بتوفرها لك كلها جهزة اتصل بنا عن المتجر طرق الدفع السياسة الخصوصية سياسة الاستبدال والاسترجاع طبعا الكلام ده كله مهم جدا جدا ولو انت بتوعب على علانات هتحتاج على الاقل صفحة سياسة الخصوصية تكون جهزة صفحة سياسة خصوصية هتلاقي الرابط بتاعها وحتلاقي كمان السياقة بتاعتها زي ما انت شايف سياسة خصوصية والبيانات اللي بنجمع ها دي وعشان ايه يعني حاجة مهمة جدا وصفحة اتصل بنا هتدخل عليها هتلاقي فيه عندك اتصل بنا والرابط اللي هو يدخل عليه العميل وحتلاقي عندك ليه التواصل معنا عبربيل الالكتروني تكتب طبعا الاميل بتاعك وبعد تكتب رقم الهاتف ده مهم جدا من غير كده ممكن اي اعلان اللي تتعمله يتعمله عشان بتحتاج الحاجات دي جدا عشان كمان الموقع او المتجر يبدأ يظهر مع المتاجر المنافسة نيجي بقى الخطوة مهمة جدا وهي تفعيل المتجر وديلتلك عليها في اول الفيديو هتدخل هنا وتختار البطاقة كريد بتاعك تكتب اسمك وتكتب رقم البطاقة وتفاصيلها وتبدأ ان انت تشتري دولار عشان تبدأ تفعل المد طبعا لما بتحط دولار عن طريق تاجر بيزيد الدق ده يعني كان عرض المدة محدودة معرفش اذا كان مستمر ولا لا فانا بشتري دولار دلوقتي وهينزلي اتنين دولار زي ما حنشوف كمان شوية وبعد ادخل البيانات جاري دلوقتي شراء العملة وتفعيل المد كده تم اضافة الدولار اللي هو بقى اتنين دولار بعد العرض وحتلاقي فوق على المين كده ظاهر لك رصيدك كام وكام مستحق زي ما تشايف فوق مكتوب اتنين دولار واهم خطوة لازم تعملها هي الدومين وانك تربطه بالمدجر الالكتروني بتاعك فانت طبعا طبعا مشتريت الدومين بتاعك بتخش تختار اضافة وتكتب اسم الدومين اللي انت اخترته وبعد كده تعمل اضافة الحاجة التانية وهي الخطوات اللي لازم تعملها عشان توصق الدومين في المدجر فالحل التاني هو اللي ماشى معايا هتنسخ الكلام ده اللي هو custom at youcan.shop تاخدها كوبي وترجع على name على واجهة advance dns بتاعتك وتختار من هنا record c name record وتختار هنا at او تكتب at بعد كده تضيف c name ده وتعمل علامة الصح بس طبعا هتستنى حوالي يعني يوم او اقل ان شاء الله بحيس يجي لك على المدجر هنا على youcan ان المدجر او domain بتاعك خلاص تم التحقق منه وطبعا هتلاقي في فيديو بيشرح ازاي تضيف domain الخاص بك على اكتر من منصة في نفس الخانة دي وده بيكون شكل المدجر الالكتروني بتاعك متجر احترافي تماما لو دخلت على اي منتج من المنتجات اللي انت يعني ضفتها وربطتها من منصة تاجر زي كده مثلا هتلاقي ان ظاهر لك هنا وقت توقيت كده اللي عزم تشتري من خلاله عشان تلحق العرض وهنا زي ما قلت لك بتكتب السعر الاصلي ممكن تكتب السعر قبل وبعد زي ما قلت في نص الفيديو كده وانا كاتب طبعا تنسيق مختلف تماما باموشنز حاجات يعني لذيذة ومكبر الخط عشان يناسب اي حد بيقرأ هتلاقي ان المنتج ده في حاجة مهمة جدا هو متضاف لتصنيف لو انت مش عامل تصنيف لو بس خش في التصنيفات كده هتلاقي في تصنيف واحد انا عامله على المنتجات الموجودة لو مش ضايف المنتجات دي لتصنيف مش هتظهر معاك في الصفحة الرئيسية لو دخلنا على الصفحة الرئيسية المنتجات دي مش هتظهر بالشكل ده فازاي تضيف المنتجات لتصنيف هتخش على المنتجات تختار جميع المنتجات هتلاقي منتج زي ده مثلا على الشمال هنا هتلاقي مكتوب كلمة تصنيف بعد كده تختار البحث عن تصنيفات انا عامل تصنيف واحد بس وهو تصنيف العروب في طبعا اعدادات تانية على اليمين هنا بتكون متقدمة شوية لكن النهاردة كده انا شرحت لك الاساسيات اللي تقدر بها تخرج بالمتجر بتاعك هتلاقي صفحة التصل بنا والتصنيفات تحت خالص هتلاقي الشحن والتسليم طرق الدفع عن المتجر واهم صفحة طبعا وهي صفحة سياسة الاستبدال والسياسة اعلانية وده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله بعد كده في الحلقات القادمة يعني تابعني كويس هنشرح ازاي تستخدم المتجر الاكتروني بتاعك في اعلانات واعلانات تابعني كويس ان شاء الله هتشوف شرح مختلف تماما على اكتر من منصة اعلانية اتمنى تكون استفدت من الفيديو حاولت قدر الامكان ان انا ما اطولش واشرح النقاط الرئيسية لو فيه اي سؤال تقدر تسيبولي في الكومنتات هجاوب عليه في فيديو قادم برضو هنتكلم فيه عن ازاي بقى تبدأ تسوق للمتجر بتاعك باستخدام اعلانات واعلانات وشوية حاجات كده ان شاء الله تستفيدوا منها بس محتاج منك حاجة واحدة بس انك تكتب كومنت وتعمل لايك وتشترك بالقناة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته